حاول هؤلاء الأوغاد من التكفريين والإرهابيين الفجرة محاولات مستميتة لوقف هذه التحركات العاقلة والواعية من الدولة لإسباب الأمن من ناحية وتحقيق أعلى معدلات التنمية في هذه المنطقة حاول هؤلاء الهجوم على محطة رفع المياه في غرب سيناء هذه المحطة التي أنشأتها الدولة بأموال المصريين من أجل تحقيق حلم تنمية سيناء زراعيا وزراعة 400 ألف فدان الدولة مخططة النهاردة حتى رئيس الجمهورية في اجتماعه مع رئيس الوزراء والمجموعة المختصة بمضاعفة المساحة المنزرعة في مصر كانوا يتكلموا على تشكا يتكلموا على الدلتة الجديدة في الضبعة يتكلموا على وسط سيناء والمقنن المائي الموجود لزراعة هذه المساحات النهاردة بالصدفة رئيس الجمهورية والجهات المختصة ورئيس الحكومة بيرجعوا وبيتابعوا المساحات التي تم إضافتها للمزروع في مصر في تشكا وفي غرب المينيا وفي الضبعة والدلتة الجديدة والحمام وسيناء النهاردة الأرض اللي في سيناء اللي بدأنا زراعتها خلال الفترة الماضية 400 ألف فدان إن شاء الله تصل لنصف مليون فدان في محط اطرافها شفتوا إحنا في خلال الفترات الماضية الماء المعالجة في بحر البقر وصحارة سرابيوم وأكتر من محطة لمعالجة المياه وتحالية المياه في سيناء لإحداث نهضة غير مسبوقة في هذه المنطقة طرعة المحسمة ومحطة المحسمة كل ده عشان أزرع نصف مليون فدان يستفيد منه الارتصاد المصري وخصوصا أهالي سيناء محطة الرفة اللي في غرب سيناء كان الإرهابيين الأوغاد الفجرة الكفرة بيستهدفوها بيستهدفوا محطة الرفة لكن خاب مسعهم وتصدى لهم رجال القوات المسلحة المصرية البواسل واستشهد من استشهد لكن بقيت مقدراتنا محفوظة النهاردة اللي بيحاول يعملوا إرهابيين ضربوا مقدرات المصريين ركزوا يا مصريين أن هؤلاء بيضرب في مقدراتك الموجودة اللي أنت بنيته في 8 سنين بنينا وعدينا وعملنا أنفاء وعملنا محطات مية ومحطات طحلية وزرعنا أرض وعملنا طرق وعملنا كباري كل ده بيحاول يستهدفو عشان يوقفك عشان يعطلك عشان يشتتك علشان يشغلك الوقت اللي إحنا فيه وقت استفاف وطني الوقت اللي إحنا فيه وقت صعب الوقت اللي إحنا فيه وقت محتاج كل مجهود وطني مخلص الأزمة الطاحنة اللي بيمر بها الاقتصاد العالمي واللي هجيلها دلوقتي بتستلزم من الجميع وفرض عين وليس فرض كفاية أن الجميع يقف مصطفا خلف الدولة المصرية مش خلف نظام حاكم خلف الدولة الدولة المصرية دي ما فيهش نظام حاكم بيحكمة لدولة مؤسسات نقف وراء الدولة ونتحرك في اتجاه واحد لكي نحول التحديات إلى فرص ونقتنس ما يمكن اقتناصه لأنه الأزمة الاقتصادية مطولة في هذا التوقيت بيختار هؤلاء الأوغاد هذا المرفق المرفق الحيوي مرفق لرفع المياه علشان نزرع ونعمر احنا بنزرع ونعمر وهم بيخربوا احنا بنبني وهم بيهدموا احنا بنحاول نغير واقع الناس وندي الناس ما تستحقوا من حق في الحياة وهم بيبحثوا دائما عن قتل النفس البشرية بغير حق بتدمير مقدرات الأمة والإفساد في الأرض ترجمة نانسي قنقر